السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم اخواني مجددا على قناتكم لحظة اليوم ان شاء الله رح نحكي على الفيديو اللي قامت بنقله قناة الشروق والخاص باسعار السيارات المستعملة من سوق عنابة فقط قبل ما نبدأ الفيديو خوتيف عندي ملاحظة وبعدها نتطرقه للفيديو وش جافي هذا الفيديو انا جاني غير منطقي وفيه شبهة وراهم عندهم هدف حابين يوصلوا لي خوتي الفيديو كومبلي مأكدين على تجميد استيراد السيارات الاقل من ثلاث سنوات وانه كان له دور في ارتفاع اسعار السيارات مؤخرا اي انسان عقلاني ويخمم بعقله وهذا الفيديو راه فيه شبهة وما هوش راح يتقبل ويعرف بلي كان ينفيه حاجة راح محابين يوصلوها للناس كما الفيديو راه شاهدوا الجميع راه شاهدوه هذا شخص قال لك راه يحوس على السيارة باش يشريها كان لقى سيارة هذي كليو الخاصة بهذا الشخص اللي هو على اليه صار في الصورة قال لك نربح له سيارة بمئتين وواحد وعشرين مليون هذه مقبلة قبل ما يجمدوا سوق السيارات المستعملة الاقل من ثلاث سنوات ربح حاله مئتين وواحد وعشرين تبعوا معي مليحة بعد ما تم تجميد استيراد السيارات الاقل من ثلاث سنوات راح عاود أرجع لهذا الإنسان هذا الإنسان ما باع شطونه بتاعه وقال له يودي أن ينحوص نشريها لك هذه السيارة ما شريهاش من قبل أن الله أعلم هو ربحه له بـ 221 مليون زاد هذه المدة كاملة بعد ما جمده استيراد سيارات الأقل من ثلاث سنوات راح يشريع لي هذه السيارة وقال لك قال له راهي الآن في الـ 261 مليون ومي بحاج الشخص هذا اللي راكم تشوفوا فيه على الصورة إماجيني تا يقول لك السيارة كان حيبيحها 221 مليون الآن راهي سامو فيه 261 مليون وموش حبيبي إماجيني الفارق فقط نقولوش 221 مليون 221 مليون دي جاكي رابح فيها الآن الفارق من 221 مليون 261 مليون هذي 40 مليون بايدة زيادة ومحبش يبيع السيارة هذه معناتها هذا الإنسان توما راكم تشوفوا فيه عقلاني عادي يخرج أمام الكاميرا ويقول لك أنا راني رابح بالسيارة على السعر القديم راني رابح 40 مليون ومانيش حاب نبيع وراني حاب نزيد نربح أكثر باش نبيع السيارة هذا وش راكم تشوفوا فيه هذا راكم تشوفوا فيه إنسان عادي ماهوش سمصار ما عندوش هدف خلال التصريح التاعو هذا أنا أخوتي نقولكم من منبر هذا التصريح التاعو فيه شبهة كبيرة وحاب يوصل ميصاج أنه أسعار السيارات راح ترتفع نزيدون كذلك الروح وشقال فاني عبارة أخرى قال لك أسعار هذه السعر السيارة 261 مليون وقال لك راح ترتفع خلال سنة 2021 عادي نبدأ نبيع فيها بـ 300 مليون خلالتي هذا إنسان أنا مش كيتوش إنسان عادي أكيد راه عندو هدف باخرج هدر هذه التصريحات وقال لهم بللي أنا السيارة في 2021 راح تبلي 300 مليون معنتها راح بيوصل لكم ميصاج بللي أن أسعار السيارات لن تنخفض وأنا أقول له العكس تماما هو السعر السيارة هذي اللي هكتحكي عليها تقول له 300 مليون إن شاء الله أصبر برك الفيفرية ولا جانفي 2021 ونشوفه إن شاء الله إذا تبيحها بالسعر هذا اللي هو 300 مليون اللي هكتحكي عليه وتقول بلي ودي سعر التحارة راح يطلع لـ 300 مليون وراك تطلق في إشاعات في غير صالح المواطن البسيط راهي كينة حملة إعلامية كبيرة بخصوص أسعار السيارات بيش يرتفعوا الله أعلم وشني الهدف التحم من رفع السيارات ما زال ما فهمناش كذلك حاب نعقب على نقطة أخرى خوتي لازم تكون عدنا ثقافة خوتي أسعار السيارات سبب الارتفاع التحم من كذبوش على رواحنا هو المواطن الجزائري اللي راهو يشري في السيارات براه خوتي لازم نكون عقلانيين لازم تكون عدنا ثقافة قال لك الارتفاع الأسعار في أي مجال مشي أسعار السيارات فقط كيفاش يعاود ينخفض بالمقاطعة لازم تكون عدنا ثقافة المقاطعة ونساوم الحاجة هذيك على حساب القيمة التاحة ما نعطي لهاش قيمة أكثر منها نعطيكم مثال مثلا هو قال لك ثاني في الفيديو هذا قال لك سيارة ستيبوي كانت سوى مئتين مليون حاليا طلعت مئتين ستين مليون أخي إذا ما تعرفش أسعار السيارات ماذا بيك ما تهدرش إشاعات مؤخرا برك قبل ما يزيدوا ترتفع هذا الارتفاع الباصر سيارة ستيبوي ساينة 2020 1 5 DC لاتوت فيها كل شفيها الارام فيها الكاميرا فيها كما يقولوا البندا الحمرة هذيك آخر طيراز الفيرسيون تالية كونبلي كانت تسوى مئتين وربعين مليون مئتين واثنين 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 ومليون هذي 2020 تلقاها حبا قيا ماهيش ماشية تلقاها ماشية ألف كيلو حتى الألفين كيلومتر كانت تسوى مئتين واثنين واثنين وربعين مليون مؤخرا زادت ارتفعت بحوالي 6 ملايين 7 ملايين صح كان ارتفاع بالصح مرتفعش ال 260 مليون مش كانت سوى 200 مليون وارتفعت ال 260 مليون كانت سوى 240 مليون ارتفعت الى 248 الى 49 مليون زيادة 7 ملايين وهذا بسبب الثقافة تاعنا واللي احنا ران نزيده في اسعار السيارات انا سيارة ستيبوي نورما مو اقصى حد التاحة متفوتش 190 مليون 180 مليون احنا ران نسعمه المواطن ران نسعمه فيها ب240 والله اشخاص ممومه يشريهاش ب240 مليون حاجة واخذ اخرى ملا ماذا بينا ما تحكيش تقول اسعار ستيبوي كانت سوى 200 مليون او ما حدد كتاب دا تحكيلي على 18 مليون عفوانك 2018 بلكن تسوى قل وانتا تقول لي تحكيلي تقول لي سيارة ستيبوي كانت سوى 200 مليون هذي كيفة خيوتي وتقول الزيادة كانت 60 مليون المعنتها راه يكاين هادف من هذا الفيديو باش يقولوا السيارات راه يرتفعت باش الناس تدير هيقوك باش الاسعار تكون مرتفعة وتروح تشري خيوتي نزيدو نحكيو على نقطة اخرى لازم تكون عدنا ثقافة كيفة انت الانسان منحدوش سيارة يشريها ملا ميزون مثلا سيارة كانت تسوى في ملا ميزون في سنة 2012 59 مليون شريها ملا ميزون 59 مليون مشابيها كما يقولوا مقدار 400 الى 300 الف السيارة ماشية 300 الف في سنة 2021 يقول لك راه يساوموا فيها ب64 و 65 مليون شكو راه يساوم فيها موش يساوم فيه انسان وخلاص لازم المواطنين نحنا راني نطلعوا في السوق ما انت هذه السيارة اللي تاتات 59 مليون كانت 2012 59 مليون شريها ملا ميزون نورما مباد خمس سنوات تبدأ التسوى 40 مليون متوتش لازم تكون عدنا هذه الثقافة تعل اسعار وكننا بدأ وانتا وانا و الى اخر جميع يبدأ يساوم باسعار منخفضة يهبط في الاسعار اكيد ما هنشرح ترتفع الاسعار ونشوفها الاسعار اللي راني نشوفه فيها حاليا وخيوتي واحد ما يهفكم وواحد ما يغلط عليكم اسعار السيارات باذن الله نتلاقاو في هذا الفيديو الشخص هذا اللي كان نهضر في هذا الفيديو اللي مرته قناة الشرق نتلاقاو في هذا الفيديو انشاء الله ونشوف السيارة تاع اسكوي بيحها ب300 مليون ولم يبيحاش ب300 مليون هذه القنوات الإعلامية اللي راه يتمرر في رسالة بأن أسعار السيارات راي مرتفعة بعد تجميد قانون استيراد السيارات المستعملة الأقل من ثلاث سنوات خوتي راهي حابت تضغط على جهة معينة أنا منش نحكي حاب نحكي في هذه النقطة إطلاقا كين خبايا منش حاب حاب نحكيهم إطلاقا في خصوصية النقطة راهي كينة ميصاج رام حابين يمشوه من خلال الميصاج التاحه ماذا يحاولوا يديروا الضغط على جهات معنية باش يفتحوا استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات باش واحدة الفئة تستفاد من هذا الاستيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات ويمشي والربح التاحم راح يكون بزيف في هذا المجال معنتها خوتي لازم منكونوا واعيين واش راه صاري من أحداث ومن ترعوش ونقولوا بليه ودي أسعاد السيارات راح ترتفع لأنه نحكيكم أن القنوات الإعلامية معظمها ما تنشرش خابر لما يكون في صالح المواطن البسيط هذه نعطيها خم مئة بالمئة خوتي كان أخبار لما تكون في صالح المواطن البسيط مستحيل ينشرها بالصح لما تكون أخبار متكونش في صالح المواطن البسيط يخرجوا يجروا باش ينقلوا لك الأخبار ويقول لك شوفوا شرا واسرا ولهدف التحام أنا في بالي راه واضح الجماعة اللي راي تبع في القناة وراي ترى منش حابين بارك نزيدو نطيطايو من بروفوندي وكثر في السوجي هذا لهدف التحام راه جدو واضح ملا ماذا بينا أخيوتي إحنا ربع سنين سبرنا ربع سنين ماذا بينا نزيدونا الصبرو إن شاء الله أسابيع ما هي إلا أسابيع إن شاء الله تتفرج على كل واحد فينا وما نتقلقوش إن شاء الله ويكون فيها خير بإذن الله كما يقولوا الشغل مليح يطول بإذن الله ملا خاتم ما تنجروش وراء هذه الإشاعات لأن الإشاعة عندها دور كبير باش ترتفع أسعار سيارات ولا باش تنخفض وإن شاء الله فيها خير والسلام عليكم